بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعزائي الطلاب والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نراحب بكم في خدمات دروس وموضوع درسني لهذا اليوم هو المعادلات التربيعية سين تربيع زائد باسين زائد الجيم تساوي صفر في جزئه الأول للصف الثالث متوسط للفصل الدراسي الثاني أعزائي الطلاب والطالبات بعد التعرف على عنوان درسني لهذا اليوم ماذا تتوقعون أن نتعلم؟ سنتعلم هذا اليوم تحليل سين تربيع زائد باسين زائد الجيم عندما يكون الباء والجيم مجبين وسنتعرف كذلك على تحليل سين تربيع زائد باسين زائد الجيم عندما تكون الباء سالبة والجيم مجبا في البداية لدينا مقطع مرئي للتعرف على المعادلات التربيعية مثلث قائم الزاوية طول قاعدته مجهول وارتفاعه أقل من قاعدته بسبعة ووتره يساوي ثلاثة عشر هل تستطيع معرفة أبعاده يا سالم؟ دعني أحاول حسنا يا سالم أرمي مهارتك بالاعتماد على نظرية فيثاغرس فإن مجموعة القاعدة تربيع والارتفاع تربيع يساوي الوتر تربيع إذن سأفرض أن طول القاعدة هو سين والارتفاع هو القاعدة ناقص سبعة والوتر هو ثلاثة عشر وتكون العبارة بالرموز سين تربيع زائد السين ناقص سبعة الكل تربيع تساوي ثلاثة عشر تربيع والآن سأربع حدود المعادلة سين تربيع زائد سين تربيع ناقص اثنين ضرب سين ضرب سبعة زائد تسعة وأربعين تساوي ثلاثة عشر تربيع لتصبح سين تربيع زائد سين تربيع ناقص أربعة عشر سين زائد تسعة وأربعين وتساوي 169 والآن سأجمع الحدود المتشابهة أي سين تربيع ثم سأطرح 169 من الطرفين لتصبح المعادلة ثم سأبسط المعادلة بالقسمة على 2 بحيث يصبح معامل سين تربيع يساوي 1 وتصبح المعادلة أحسنت وقد أصبح لدينا معادلة تربيعية يمكن كتابتها على الصورة ألف سين تربيع زائد باء سين زائد جيم تساوي صفرا حيث ألف هي واحد وباء هي سالب سبعة وجيم هي سالب ستين والآن ما العددان الصحيحان ميم ونون اللذان مجموعهما سالب سبعة وناتج ضربهما سالب ستين سأبحث في عوامل العدد سالب ستين إنهما سالب اثني عشر وخمسة يمكن كتابة معادلات تربيعية على الصورة ألف سين تربيع زائد باء سين زائد جيم تساوي صفرا إذا كانت ألف تساوي واحدا بإيجاد عددين صحيحين ميم ونون مجموعهما هو باء وحاصلوا ضربهما هو جيم الآن أعزائي الطلاب والطالبات بعد التعرف على المعادلة التربيعية لدينا المثال التالي حلل سين تربيع زائد تسعة السين زائد العشرين الحلل لدينا سين تربيع زائد تسعة السين زائد العشرين السين تربيع عبارة عن حاصل ضرب السين في السين نبحث الآن عن عددين حاصل ضربهما عشرين وحاصل جمعهما تسعة لدينا واحد ضرب عشرين حاصل ضربهما عشرين لو أردنا أن نجمعهما واحد زائد عشرين بواحد وعشرين إذن لا يساوي تسعة في هذه الحالة نبحث عن عددين آخرين وليكن اثنان ضرب عشر اثنان ضرب عشرة بعشرين لو جمعنا الاثنان زائدا العشرة سيكون الناتج اثنى عشر ومعامل السن في هذه الحالة والتسعة والاثنى عشر لا يساوي التسعة لذلك نبحث عن عددين آخرين وليكن أربعة ضرب الخمسة أربعة ضرب خمسة بعشرين لو أردنا أن نجمعهما أربعة زائدا خمسة بتسعة إذن الحل الصحيح العدد الأول هو أربعة والعدد الثاني هو الخمسة حاصل ضربوهما عشرين وحاصل جمعهما تسعة لذلك سيكون لدينا سين زائدا أربعة مضروبا في سين زائدا الخمسة حلل دال تربيع زائدا 11 دال زائدا 24 الحل لدينا دال تربيع زائدا 11 دال زائدا 24 معامل الدال تربيح هو الواحد ومعامل الدال هو 11 والعدد الثابت هو 24 الدال تربيح هو حاصل ضرب الدال في الدال الآن نبحث عن عددين حاصل ضربهما 24 وحاصل جمعهما 11 وليكن 1 مضروبا في 24 حاصل الضرب 24 لنتأكد من حاصل الجمع 1 زائدا 24 ب25 إذن حال خاطئ نبحث الآن عن عددين آخرين حاصل ضربهما 24 وليكن 2 ضرب 12 لو أردنا أن نجمعهما 2 زائدا 12 ب4 10 وال4 10 لا تساوي 11 لذلك نبحث الآن عن عددين آخرين كذلك حاصل ضربهما 24 وحاصل جمعهما 11 وليكن 4 مضروبة في ال6 4 مضروبة في ال6 ب24 لو أردنا أن نجمعهما لنتأكد هل يساوي جمعهما 11 4 زائدا 6 ب10 وال10 لا تساوي 11 لذلك الآن نبحث كذلك عن عددين آخرين ولتكون 3 ضرب 8 3 مضروبة في ال8 ب24 لنتأكد من حاصل جمعهما 3 زائدا 8 ب11 إذن العددين الذين حاصل ضربهما 24 وحاصل جمعهما 11 هما الثلاثة والثمانة إذن سيكون لدينا دال زائدا الثلاثة مضروبة في دال زائدا الثمانة إذن تحليل دال تربيع زائدا 11 دال زائدا 24 هو دال زائدا ثلاثة مضروبة في دال زائدا الثمانة مثال حل الواو تربيع ناقصا 11 واو زائدا 28 الحل لدينا واو تربيع ناقصا 11 واو زائدا 28 معامل الواو تربيع هو الواحد ومعامل الواو هو سالب 11 والعدد الثابت هو 28 الواو تربيع هو عبارة عن حاصل ضرب الواو في الوا الآن نبحث عن عددين حاصل ضربهما 28 وحاصل جمعهما سالب 11 بما أن حاصل ضربهما عدد موجب وحاصل جمعهما عدد سالب فإن العددين سيكون سالبين وليكن سالب واحد مضروبا في سالب 28 لو أردنا أن نجمعهما سالب واحد زائدا سالب 28 بسالب 29 ولو يساوي العدد الأوسط سالب 11 لذلك نبحث كذلك عن عددين آخرين وليكن سالب 2 مضروبا في سالب 14 لو أردنا أن نجمع سالب 2 زائدا سالب 14 سيكون الناتج سالب 16 والعدد الأوسط لدينا هو سالب 11 لذلك لا يمكن أن يكون سالب 2 وسالب 14 نبحث عن عددين آخرين كذلك وليكن سالب 4 مضروبا في سالب 7 سالب 4 ضرب سالب 7 بـ 28 نجمعهما لنتأكد هل حاصل جمعهما يساوي سالب 11 سالب 4 زائدا سالب 7 يساوي سالب 11 إذن أوجدنا العددين الذي حاصل ضربهما 28 وحاصل جمعهما سالب 11 وهما سالب 4 وسالب 7 لذلك التحليل سيكون واو ناقصا 4 مضروبا في واو ناقصا 7 إذن أوجدنا المطلوب وهو تحليل واو تربيع ناقصا 11 واو زائدا 28 وهو ساوي واو ناقصا 4 مضروبا في واو ناقصا 7 تقويم حلل ميم تربيع ناقصا 15 ميم زائدا 50 الحل لدينا ميم تربيع ناقصا 15 ميم زائدا 50 معامل الميم تربيع في هذه الحالة هو الواحد ومعامل الميم هو سالب 15 والعدد الثابت هو 50 الميم تربيع هو عبارة عن حاصل ضرب الميم فالميم الآن نبحث عن عددين حاصل ضربهما 50 موجب وحاصل جمعهما سالب 15 بما أن حاصل ضربهما عدد موجب وحاصل جمعهما عدد سالب فإن العددين سيكون سالبين 50 عبارة عن حاصل ضرب سالب واحد مضروبا في سالب 50 لو أردنا نجمعهما نتأكد هل جمعهما يساوي سالب 15 سالب واحد زائدا سالب 50 بسالب واحد وخمسين إذن لا يساوي العدد سالب 15 لذلك نبحث عن عددين آخرين وليكون سالب اثنان مضروبا في سالب 25 سالب اثنان مضروبا في سالب 25 بخمسين نجمعهما سالب اثنان زائدا سالب 25 بسالب 27 ولا يساوي سالب 15 لذلك نبحث كذلك عن عددين آخرين وليكون سالب 5 مضروبة في سالب 10 سالب 5 ضرب سالب 10 بخمسين لو أردنا أن نجمعهما سالب 5 زائدا سالب 10 بسالب 15 وهو الصحيح إذن حاصل ضربهما موجب 50 وحاصل جمعهما سالب 15 إذن سيكون التحليل ميم ناقصا 5 في ميم ناقصا 10 مثال حلل صاد تربيع ناقصا 7 الصاد ناقصا 30 الحل لدينا كثيرة الحدود صاد تربيع ناقصا 7 الصاد ناقصا 30 معامل الصاد تربيع في هذه الحالة هو الواحد ومعامل الصاد هو سالب 7 والعدد الثابت هو سالب 30 الصاد تربيع عبارة عن حاصل ضرب الصاد في الصاد الآن نبحث عن عددين حاصل ضربهما سالب 30 وحاصل جمعهما سالب 7 بما أن حاصل ضربهما سالب فإن أحدهما سيكون سالب أو بما أن إشارة المتصف سالب فإن العدد الأكبر في الحاصل الضرب سيكون إشارته سالب الثلاثين عبارة عن حاصل ضرب الواحد في الثلاثين صاحب الإشارة السالب هو العدد الأكبر وهو الثلاثين واحد مضربا في سالب 30 بسالب 30 لو أردنا أن نجمعهما نتأكد هل حاصل جمعهما يساوي سالب 7 واحد زايدا سالب 30 بسالب 29 إذن لا يساوي سالب 7 نبحث عن عددين آخرين حاصل ضربهما 30 وليكون 2 مضربا في 15 وبما أن الخمسة عشر أكبر إذن سيكون إشارتهها سالب 2 ضرب سالب 15 بسالب 30 نجمعهما نتأكد هل حاصل جمعهما يساوي سالب 7 2 زايدا سالب 15 بسالب 13 والسالب 13 لا يساوي سالب 7 لذلك نبحث عن عددين آخرين ولتكون ثلاثة مضربتان في العشرة وبما أن العشرة العدد الأكبر إذن سيكون إشارته سالب ثلاثة مضربة بسالب 10 بسالب 30 نجمعهما نتأكد ثلاثة زايدا سالب 10 بسالب 7 إذن العددين الذين حاصل ضربهما سالب 30 وحاصل جمعهما سالب 7 هما الثلاثة وسالب 10 إذن سيكون التحليل صاد زايدا ثلاثة مضربة في صاد ناقصا العشرة إذن تحليل كثيرة الحدود صاد تربيع ناقصا سبعة صاد ناقصا الثلاثين هو صاد زايدا الثلاثة مضربة في صاد ناقصا العشرة تقويم حلل نون تربيع زايدا أربعة نون ناقصا 21 الحل لدينا كثيرة الحدود نون تربيع زايدا أربعة نون ناقصا 21 نلاحظ أن معامل نون تربيع هو الواحد ومعامل النون هو الأربعة والعدد الثابت هو سالب 21 نون تربيع عبارة عن حاصل ضرب نون في نون نبحث الآن عن عددين حاصل ضربهما سالب 21 وحاصل جمعهما أربعة بما أن العددين حاصل ضربهما سالب إذن أحداهم سيكون سالب وبما أن حاصل جمعهما عدد موجب إذن العدد الأكبر سيكون ذو إشارة موجبة لدينا العددين التاليين واحد ضرب 21 العدد الأصغر هو الواحد سيكون إشارة السالب سالب واحد ضرب 21 بسالب 21 نجمعهم لنتأكد هل حاصل جمعهما يساوي الأربعة سالب 1 زايدا 21 في 20 إذن لا يساوي الأربعة نبحث الآن على العددين آخرين ظل تكون 3 ضرب 7 بما أن الثلاثة العدد الصغير إذن سيكون إشارته سالب سالب 3 ضرب 7 بسالب 21 نجمعه نتأكد هل حاصل جمعهما يساوي الأربعة سالب 3 زايدا 7 بأربعة إذن العددين الذين حاصل ضربهما سالب 21 وحاصل جمعهما أربعة هما سالب 3 والسبعة إذن سيكون التحليل نون ناقصا 3 في نون زايدا 7 إذن تحليل كثيرة الحدود نون تربيع زايدا 4 نون ناقصا 21 هو نون ناقصا 3 مضروبا في نون زايدا 7 وهو المضروب تعلمنا اليوم تحليل سين تربيع زايدا 20 زايدا الجيم في الختام عزاء الطلاب والطالبات أتمنى أن نكون قدمنا درس مفيدا لكم وأثرين العملية التعليمية لديكم ولا نقول وداعا ولكن نقول إلى لقاء قريب بإذن الله تعالى ترجمة نانسي قنقر